من أصل 251 أسيراً لا يزال 108 محتجزين فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير مختطف يدعى فرحان القاضي من نفق في جنوب قطاع غزة وبحسب التقارير تم تحرير الأسير بأيدي عناصر في الجيش الإسرائيلي يتبعون وحدة الأسطول 13 لواء 401 تحت قيادة الفرقة 162 في عملية وصفت بالمعقدة وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت أن إنقاذ الرهينة تم بفضل الأنشطة الجريئة والشجاعة للجيش الإسرائيلي في عمك القطاع بدوره أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاگاري أن المختطف الإسرائيلي تم نقله إلى المستشفى لمواصلة الفحوصات الطبية كما أكد أنه لا يمكن الإفساح عن المعلومات المتعلقة بالعملية حتى الآن من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه يعمل على إعادة المختطفين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير وهو ما يتطلب الوجود العسكري في الميدان وعلى خط المفاوضات لا تزال مباحثات مستمرة في القاهرة من دون مؤشرات تذكر على أحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية وفيما صدرت أوامر إخلاء في أنحاء غزة احتشد الفلسطينيون النازحون عند شاطئ البحر تزامنا مع مواصلة القوات الإسرائيلية استهداف عدة مناطق في القطاع وأفدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطنين إسرائيليين قتلوا في بيت لحم فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية وسقط آخرون بضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة تول كرم وفي سياق منفصل أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الجدل بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى مبديا تأييده بناء كنيس في المكان وتوالت ردود الفعل المستنكرة وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في الحكومة باقتحام باحات المسجد بحماية الشرطة الإسرائيلية